قامت لجنة الرباعية المشتركة التي تضم وزارات التجارة الداخلية أشؤون وبلدية الكويت قاموا بحملة تفتيشية على المعاهد الصحية بمحافظة العاصمة لتنفيذ الاشتراطات الصحية والفنية ومراقبة التراخيص وضبط العمالة المخالفة وذلك في إطار الحفاظ على الآداب العامة والأخلاقيات السليمة في المجتمع ورصد ما يتعارض مع ذلك في إطار الحفاظ على الآداب العامة والأخلاقيات السليمة في المجتمع ورصد ما يتعارض مع ذلك قامت اللجنة الرباعية المشتركة بحملة تفتيشية على المعاهد الصحية بمحافظة العاصمة لتنفيذ الاشتراطات الصحية والفنية ومراقبة التراخيص والضبط العمالة المخالفة بفضل جهود الأخوان توصلوا إلى مخالفات وتم التنبيه على بعض المراكز التدليك التي تخدم خدوة المساج من ضمنها عدم وجود شهادات صحية في رخص منتهية أيضا إلى جانب مخالفتها إلى الأداب العامة وتحديدا تعليم الشريعة الإسلامية بتوظيفها المتشبهين بالنساء من العاملين الرجال الحملة أسفرات عن عدة مخالفات منها عدم وجود شهادات صحية ورخص منتهية الصراحية وغرف معزولة ذات أبواب مخالفة بالإضافة إلى توظيف المتشبهين بالنساء في بعض الملاحظات التي وجدناها عدم التقيد بالإشتراطات الصحية وفق لائحة الأغذية لوجود عمالة المبيت في داخل المحل وهذا يخالف نص اللائحة أيضا لقينا ترخيص إعلانات منتهية ولقينا ترخيص صحية منتهية اتخذنا جراءاتنا مع تلك أصحاب المحلات الحملة في إطارها العام هي إحساس بوجود اللجنة إن اللجنة راح توصل لأي مكان سواء كانت معاهد صحية أو يعني مقاهي أو مطاعم ومقاهي راح الحملة مستمرة لتنفيذ الإشتراطات العامة التي نصت عليها اللوائح اللجنة تضم وزارات التجارة والداخلية والشؤون وبلدية الكويت ولديها آلية معينة تشمل جميع المحافظات وفق خطة عمل تستمر اللجنة في تنفيذها لفرض هيبة القانون حسن بن غيام تلفزيون دولة الكويت